أقيم بمدينة المكلة بمحافظة حضرموت الحفل التكريمي الخامس للفائزات بمسابقة المرحوم الشيخ عبدالله الشبل للقرآن الكريم والتي نظمها مركز الأمل لعلوم القرآن والسنة النبوية وفي الحفل أوضحت رئيسة مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية الدكتورة أروى بعوضا أن المسابقة تهدف لبث روح التنافس الشريف لدى المتسابقات ومراجعة وتثبيت حفظ كتاب الله وضمت ثلاث فئات وهي فئة الحافظات للمصحف كاملا وفئة العشرين جزءا وفئة العشرة أجزاء كما تطرقت للتعريف بمؤسسة الأمل الثقافية والاجتماعية التي تشرف على المركز وتهدف إلى دعم المرأة والطفل في عدد من المجالات